بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والله مصلي على محمد وأنا محمد عزقكم الصح والعافية منهج الصف السادس سمارت كلاس الفصل الدراس الثاني اليوم راح نبدأ ان شاء الله يونت ثري اللي عنوانها On Holiday في العطلة أو في الإجازة نحن نتحدث عن بعض المفردات في terseji نتحدث عن قاعدة past simple ماضي البسيط وكيف نكون جمل في الماضي بسيط نحن 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 هني اسعدنا سايلان سايلان سي البحر سن بوت باك باك يعني يرتب أو يحزم حقيبة تسكول باك يعني يضع أغراض ويسكر شنطط تسكول باك I pack my bag for example سيل سيل يبحر أو يركب القارب للبحار is called sail So these are some vocabulary that are related to the subject ورح نستخدم إن شاء الله بهذه المفردات في درسنا اليوم ورح نستخدم بعض الفعال مثل pack مثل sail ونستخدمهم في الباست forms في الشكل الماضي أو في صيغة الماضي So we are going to talk about the past tense زمن الماضي The past tense The simple past is used to talk about a completed action in time before now يعني الشي صار في الماضي وقلنا عثنا هذا الخط الزمن The timeline And here we are The present المضارع Which is called now الآن And if it happens before now We call it past أي شيء يحدث قبل اللحظة هذه It's called past قبل اللحظة قبل سنة قبل سنين كلها نسميه past ببعض التفاصيل فدرسنا اليوم بتكلم عن هذا الزمن اللي يكون هني Before now قبل الآن Past For example خذنا قبل شوية pack لحزم حقابة زي هذا الرجاة مثلا حازم حقابة فأنا لو بتحدث عن نفسي أنا حزم حقابة بس تخدم ضمير i لو بتكلم عن هذا الشخص اللي في الصورة أو أخوي مثلا او صاحبي لحزم حقابة I would say he لو بتكلم عن بنت I would say she بتكلم عن غير عاقل I would say it بنتكلم عن جماعة أو شخص اتكلم عن إياه أقول لي you أنت اللحازم حقابة Or we can say we لما تكلم عن مجموعة ومتحدث من ضمنهم ويسيد we نحن Or we can say they all these subjects على حسب الضمير الأختارة بتكون جملتي مكونة فلو أنا مثلا بتكلم عن نفسي باقول I بتكلم عن من جماعة باقول they and so on and the verb الفعل قلنا pack فبيجي بعد ضمير باشرة فلو أنا لحزم حقابي باقول I pack my bags حزم حقابي مثلا I pack my bags لكن الفعل لهني هذا pack هذا بفعل بصيغة المضارع pack للصيغة الأصلية اللي هي present عساسة حول إلى ماضي وتصير جملة في الظمن ماضي يعني حزمت حقابي I will add ed at the end of the verb أضيف حرفين ed at the end of the verb وتتحول الفعل من pack إلى packed my bags حزمت فلما أقول I packed my bags يعني حزمت حقابي طيب لو بتكلم عن أختي هي حزمة حقابي باقول she packed her bags and so on فأختار الضمير اللي أبقى لتتحدث عنه والفعل أضيف له ed حساسة تكون للزمن الماضي For example this boy play فلو أبغى تكلم عنه لعب نفس التفصيل لو راح أتكلم عنه نفس باقول I, he, she, it, you, we, they فلو أبغى تكلم عن الولد هذا باقول لأنت لعبت فأقول لأ you played football yesterday for example يسردي لهم أنا أمس فأقول لأ you played لو لاحظ الفعل play تم إضافة لحرفين ed نعم أنا أقول لشوية عصا ستتحول إلى الزمن الماضي So when we want to change the verb from the present to the past We add two letters at the end of the verb ed So we change by this way We change the present to the past We change the tense of the sentence الزمن الجملة غيرناها من present إلى past إلى الماضي فلما أقول I played يعني لعبت لما أقول he played she played هي لعبت it played you played we played they played وأكمل جملة بأي تكملة مناسبة مثلا أقول I played basketball مو شرف فوتبول for example I played Sony for example I played with my father لعبت مع أبوي في الوقت الحجرة حين الكدعب مع عائلته فأقول I played with my family for example and so on لما أخذنا هذا الفعل اللي هي walk يمشي فلما أقول أنا مشيت I will say I, he, she, it, we, they طيب الفعل walk يمشي walk on the beach فأقول I walk on the beach هذا المضارب طيب لو أخليها ماضي I would add ed at the end of the verb هذا الفعل walk I will add ed فأصير walked فلو بأقول مثلا صاحبي مشي على البحر إن هنا خطوات موجودة فأقول he walked on the beach he walked on the beach نلاحظ أن أيضا الفعل walk تم إضافة له ed so the verb will be exchange will be change to the past by adding ed at the end of it يعني نضيف إلى الفعل ed في نهاية الفعل ويتم تحويله من مضارع إلى past مثال أخير لو عندي شخص نظف مكان معين مثلا وحبي يتكلم عنه أختار ضمير اللي أبغتكلم فإذا أنا أتكلم عن نفسي أو بتفصيل لقنا I, he, she, it, you, we, they الفعل clean the garage for example نظفت الغراج فأقول مثل أنا نظفت الغراج فأقول I clean وما أنسي عشان نتكلم عن الماضي I would say I cleaned the garage نظفت البيت I cleaned the house نظفت غرفتي I cleaned my room and so on so if you want to make a sentence in the past tense أساس كون جهل الضار أو الماضي البسيط أحتاج إلى subject اللي يكون بداية الجملة الفاعل I need a verb أحتاج إلى فعل ويكون بصيغة الماضي يعني إضافت له ed وبعدين complement أو تكملة مناسبة إلى الجملة والأمثال اللي قلناها بنفس الطريقة وهذا تقريبا بشكل إختصار past simple وهذا أحد أشكال past simple أنا في عندنا الحصة الجاية راح نتكلم عن بعض الأفعال اللي ما نضيف لها ed تتتغير إلى الماضي لكن بطريقة مختلفة عن إضافة ed فلو جينا للجملة الموجودة هنا كمثال آآ أعطلنا we packed our bags هذا الفاعل we نحن الفعل packed تم إضافة ل-ed وسارت we packed our bags حذرناها حقائبنا وطبعا هنا هي grammar box لو تلاهظ هنا يعاطني جميع الأشكال راح إن شاء الله نتحدث عنها وحدة وحدة سؤال الآن تكلمنا عن Affirmative الذي سوينا الجمال وضفنا لها ED number one here we have a chant عن نقطة نشودة بعد ما يسمع عن نشودة الطالب رأى نسمع إن شاء الله هذه المقطع والنشودة يبغى يرتب الأحداث هذه اللصات أي حدث اللي كان الأول وبعدين number two, three, four يعني بعد ما نسمع أو نقرأ القصيدة نشوف ترتيب الأحداث اللي صارت what's the order? one listen and number one to four then say the holiday there we were there we were we were on the island again on holiday we packed our bags and jumped on a plane in just two hours we were there again we walked on the beach and played in the sun we sailed a boat it was a lot of fun so a it's number one b number three they play under the sun c number four and d number two number three we have an exercise an activity read activity one and complete we have a choice here we have a choice here so the family were on the island so we have to write here island number two the boys packed there what did the boy back? they packed their bags we packed our bags so their bags and jumped on a plane they walked on the they say we walked on the beach so we write beach here and played in the sun they sailed a boat they sailed a boat and here exercise two activity two the 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 simple the 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 won it so brush the the children the the دعبوا في يوم السبت لذلك نقول The children play football on Saturday سهر الفعل walk to school The girls water the plants هنا موجود فعل So the girls watered the plants ثقوا الزر Number 4 exercise or activity 4 draw and see الطالب يطلب منه أن يرسم رسمة إلى عطلة أو أعضنا نشترسها في العطلة يختار مثلا أحد الأفعال الموجودة هنا مثلا play on the beach play with friends listen to the radio, watch TV, climb a tree يعني تسلق شجرة sail a boat بحر بالقارب يرسم رسمة تناسب هذا الأفعال ويكتب عليها الجملة on my holiday يعطينا الفعل سوا مثلا watch TV يعني يرسم صورة فيها تلفزيون وهو جارس قاعد يشاهد فيتكلم أنه كان يشاهد فيقول on my holiday I watched TV بيحول الفعل الماضي يقول I watched TV and so on كتاب النشاط الطالب عند بعض التمارين اللي أحب بحلها number one يكتب الكلمة تحت الصورة الكلمة الموجودة لك يحتاج الترتيب number two read and write يقرأ الفراغات الأهني الجمل ويكتب الفراغ المناسب من الكلمات اللي فوق نراح حلة الآن لكن قبل أتشوف الحل وقف الشريط أو المقطع وحل انتبع انت أكم إجاباتك so number one last night Ali and Omar their bags so bags they bag their bags next morning they on a plane so they jumped on a plane ركبوا الطيارة three hours later they on the island so they were they in the sun so they played in the sun and sailed boat what did they do on their holiday follow and write التبع الخاط شوفوا هنا واحد والصلك وتكتب على هذا الشخص جملة شكان يسوي في العطلة مثلا هذا number one watch الفعل watch فنقول he watched TV لأنه شخص واحد لكن مثلا نتبع دونين راح نشوفه يجي هنا فبلاد فراح نقول لأنهم اثنين فاقول عنهم they فيقول they played on the beach number three سحر او بنت لو نتبع راح تجيني climb اتسلقت فنقول she climbed اتري لأن ابنت دونين two people شخصين فنقول they listened حطينا ايدي to the radio هذا تقريبا درس الاول فرزة الثالثة سأعطيكم صحابة العافية وان شاء الله نشوفكم دروس القادمة المترجمين موسيقى ترجماتي موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى